معنا من القاهرة الكاتب والبحث السياسي محمد العمامي أستاذ محمد أهلاً وسهلاً بك على سكاي نيوز عربية برأيك إلى أي حد اجتماع بنغازي سيحتوي الانقسامات الموجودة داخل البرلمان؟ مساء الخير يا سيدي كريم لك والأستاذ المشاهدين والمتابعين الحقيقة أن اجتماع مجلس النواب في بنغازي هو تأكيد للقانون للحقيقة للشيء الذي يبغي أن ينفذ نحن في حاجة إلى تنفيذ قوانين لم تفرض علينا ولكننا وضعناها لقد اتفق النواب على أن مجلس النواب يكون مقره في بنغازي ولظروف استنترية نقلها إلى تبرد والآن أصبح بمقدوره أن يعود إلى بنغازي وبالتالي لا أعتقد أنه من المنطق أن يخالف النواب وصلوا عبر قانون وعبر توافق وعبر انتخابات نزيهة ويشكلون مجموعة جاءت إلى السلطة من خلال قانون أن يفسدوا القانون أو يقوموا بما يخالف هذا القانون ما الذي يمنع أن يجتمع النواب في بنغازي بدل غدامس ومن هذا الاجتماع بصورته الرسمية وبرئيسه الرسمي يطلبوا يطالبون وبمقدار بممكانهم يطلبوا تغيير المكان وتغيير الرئيس وكل ما يريدون ولكن من خلال وضع قانوني أما أن تأخذ مجموعة من النواب ويريدون أن يفسدوا التوافق الذي في تقديره هو الشيء القانوني المبني على فعل السلطة انتخابية شهد بها العالم كله من يريد أن يفعل ذلك هو يريد أفساد العملية السياسية بالكامل وعلى ذلك لإفساد العملية السياسية أستاذ محمد ربما اجتماع برقى أيضا الذي لوح بالانفصال في حال أن يتم اجتماع أغدامس أن يحاول أن يلتف حول المصارات السياسية فسوف يكون هناك انفصال إلى أي حد هذا التلويح بالانفصال يمكن أن يعيد اللحمة مرة أخرى لا يا سيدي الدعوة إلى الفدرالية ليست انفصال لقد قامت المملكة الليبية المتحدة في الأساس على هذه الأقليم الثلاثة كان الوضع يشبه الآن في التجاذبات السياسية ويشبه الآن إلى حد ما في عدم توافق أو قبول الطرفان لقوانين معينة كانت هناك قوانين سارية في طرابلس ولكنها لم تسري في بنغازي هناك ممنوعات في الشرق الليبي ومباحة هناك وبالتالي كان الحل الأمثل أن تكون نظام الحكم الفيدرالي ثلاثة ولاية برقا وطرابلس وفزان وكلهم يحتفظ بقوانينه إلى أن يحدث التوافق المرجو وهذا ما حدث في الواحد وخمسين قامت الفيدرالية وفي الستين أو اتنين وستين تقريبا انتهت الفيدرالية وأعلن توحد ديبيا وأصبحت حكومة واحدة إنه ليس انفصال هذا النظام نحن ابتدأنا به المملكة هل نتوقع التئام عدد كبير من النواب يوم الغد سيد محمد أعتقد أن هناك نص في قانون المجلس النواب أنه يلتأم بالعدد المتوفر وقاراته تظل سارية أما أن تقوم أنت هكذا وتريد انفصال بالبرلمان المنتخب وتلغي رئاسته ومقره القانوني هذا أعتقد أنه عبث أعتقد أنها مغامرة شيء لا أعتقد أنه منطقي ولا يقبله أحد أنت تريد القانون يسمح لك أن تغير مكان البرلمان ويسمح لك أن تغير الرئاسة ولكن من خلال انتخابات وهي التي أنت بمجابها جئت إلى مجلس النواب وعليك أن تنصاع لهذه القوانين المنطق يقول هكذا نعم أنا معك وهناك حديث على أن المستشار عبد الجواد العبيدي يحاول تعزيز فرصه والانقلاب ربما على عقيلة صالح ما حظوظ هذه الشخصية وأيضا ربما حظوظ الشريف الوافي في حالة ما تم تغيير رئاسة مجلس النواب رأيك يا سيدي كل الذين ذكرت جاءوا إلى مجلس النواب عن طريق انتخابات نازية وبالتالي يحق لأي منهم أن يسعى لأي منصب يرى أن هذا المنصب يستطيع أن يخدم من خلاله من حقهم أن ينتقدوا رئيس مجلس النواب ومن حقهم أن يستبدلوه ولكن من خلال التسلسل القانوني الذي يقول عليهم أن يلتائموا أولا وأن يجلسوا معا أولا وأن يقدم كل نقتراحه وبالتالي يتم تصويت عليه ويحق لهم أن يفعلوا ما يشاءون ولكن أن تأخذ جزءا من المغيبين أو الذين لهم آر بقرة وتنتقل إلى مكان آخر لا لشيء من دون توضيح الأسباب لا أحد أعلن لماذا ذهب هناك لم نسمع من أحد تبريرا لما حدث وهذا أعتقد هو دعوة صريحة لإلغاء القانون لإلغاء الأحكام القانونية وإلغاء الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمثل الليبيين كافة وهو مجلس النواب وبالتالي نتحدث أيضا أستاذ محمد العمامي عن مستقبل هذا المجلس في ظل هذه الانقسامات العميقة كما يرى البعض يضع ذلك كل العملية السياسية في أي معتبرونك من فعل بمجلس النواب هكذا هو التجادب السياسي هو الهوة الكبيرة التي لا أحد يريد ترميمها ما بين الإسلام السياسي وبين أولئك الذين يريدون دول مدنية وكلهم ليبيين وكلهم لهم مطالب ولكن لا تنفذ مثل هذه المطالب بمثل هذه الطرق ينبغي أن يكون هناك حوار وتفاهم ومنطق فيما تريد تنفيذه لا أحد ضد الإسلام السياسي في ليبيا لأنهم الذين ينادون به ليبيين ولكن عليهم أن ينفذوا ذلك من خلال إرادتهم هما هم ولكن وليس من إرادة دولة أخرى لا أعتقد أنهم من المنطق أن تحرك هذه القوى الموجودة في ليبيا من خلال عواصم أخرى ونحن نعلم أو جميعا يعلم ماذا يحدث في ليبيا الآن من هذه التدخلات الأجنبية كل تحت غطاء لا علاقة له بأشياء الليبي ولكن له علاقة بأشياء أخرى يطول ذكرها وتفسيرها شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمامي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا